اهلا بكم مشاهدين من جديد تحاول قوات نظام اقتحام بلدة مسحرة في ريف القنيطر الأوسط وسط قصف مدفعيا وصاروخيا مكثف على البلدة شهدت المنطقة أول غارات جوية منذ أكثر من عام وتركزت على منطقتين الحارة والمال الواقعتين فيما بات يعرف بمثلث الموت المزيد في سياق التقرير التالي ثم نعود لنقاش هذا المحور مع ضيفي سوريا اليوم إلى القنيطرة والتي تختلف عن غيرها بحساسية خاصة نظرا لضمها هضبة الجلال والتي تحتلها إسرائيل وعلى الرغم من تعقيدات مشهدها الجغرافي والعسكري إلا أن قوات النظام تحاول التقدم إليها بعد سيطرتها على مساحات شاسعة من درعا ويبدو أن النظام يتاجه نحو التصعيد في القنيطرة وذلك مع استعداد خروج أول دفعة من مهجري درعا للمغادرة باتجاه إذلب في الشمال السوري وبدأت قوات النظام بالهجوم المباغت على بلدة مسحرة في ريف القنيطرة الشرقي ومحاولة اقتحام البلدة من محاور عدة والتي أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف النظام ولم يقتصر الأمر على ذلك بل شهدت المنطقة أول غارات جوية تستهدف بلداتها منذ أكثر من عام وتركزت الضربات العسكرية على تلة الحارة ومنطقة المال الواقعتين فيما بات يعرف بمثلث الموت ولعل تعثر التوصل الاتفاق النهائي حول مصير بلدة الحارة وعدم قبول الفصائل المصالحة دفع حتى بالحليف الروسي لمساندة النظام بالقصف الجوي في هذه المنطقة لاستكمال سيطرته على المنطقة الجنوبية بشكل كامل ومن المعلوم أن بعض الفصائل المتبقية في الجنوب السوري شكلت بعد الاتفاق في درع جيش الجنوب وأعلنت النفير العام ضد قوات النظام تزامنا مع تشكيل وفد جديد للتفاوض مع الجانب الروسي حول مصير المنطقة القنيترة تحت نيران النظام والنظام تحت الحماية الروسية وروسيا مع التفاهمات الإسرائيلية ويبدو أن إسرائيل هي الفيصل والحكم في هذه المنطقة على وجه التحديد ولن يكون السؤال القنيترة إلى أين بل أين تريد إسرائيل أن تكون القنيترة لعله السؤال الأصح إذن مشاهدين لمناقشة هذا المحور ينضم إلي في أستوديو الخبير العسكري العقيد خالد المطلق معنا من غازي عنتاب عبر الأقمار الصناعية أبو هاشم الكاتب والصحفي ورحب بكم ضيفي سوريا اليوم أبدأ معك سيد المطلق ملامح المعركة في القنيترة كيف ممكن أن تكون لسيما أن كثير من المقاتلين وسلاح في الجنوب قد تم انتقالهم إلى هناك وهناك ربما مطيات أخرى مثل وجود هيئة تحليب الشام إذا ما قررنا من ناحية القوة العسكرية هناك فرق كبير وهناك فرق في التوازن بين القوة العسكرية للنظام وحلفائه والثوار وما تبقى من سلاح في تلك المنطقة يجب أن نتذكر جميعا أن هذه المنطقة لم تكن تسمح إسرائيل حتى للثوار وحتى لفصائل داعش أن تمتلك أسلحة ثقيلة ويمكن أن تؤثر عليها على المدى المتوسط حتى لذلك أعتقد أن العملية غير متوازنة لكن ما أود أن أقول أن هذه المعركة أطلقت وبهذه السرعة كان يجب أن ينتظروا قليلا لكن هناك أهداف سياسية ورسائل توجه إلى قمة أوباما ترامب بوتين هذه الرسائل تؤكد أن الثالوث الموجود في سوريا والمسيطر على سوريا الذي هو إيران وروسيا والنظام لا يمكن مهما فعلوا لا يمكن أن يتخلوا عن بعضهم البعض إن تخلى طرف عن طرف الآخر سقط النظام وبالتالي وقع الجميع في حرج إذا متى تتوقع أن يتم حسم ما تبقى من ريف درعة مع القنيطرة خلال يومين يعني قبل أن يحاولون خلال أيام قليلة يعني يحاولون لكن عبث هؤلاء المقاتلين الذين انشقوا عن قادة الفصائل الخوانة الذين خانوا خانوهم وسلموا المناطق بسرعة مذهلة وكنا قبل ذلك على هذه القناة قلنا أن هناك استحالة أن تسلم درعة بهذه الطريقة أو تسقط درعة بهذه الطريقة وبهذه السرعة نتيجة دراستنا للموقف التكتيكي وهل هناك خيارات أخرى في هذه المناطق الآن التي ما زالت تحت سيطرة المعارضة غير تسليم الصلاح الثقيل والاستسلام طبعا هناك مقاومة شعبية هناك مقاومة ممكن أن تقوم بها مجموعات من فصائل أو من الأفراد هناك مجموعات صغيرة ممكن أن تقوم بمشاغلة هذه القوات على الرغم من ضعف الإمكانيات لكن لا أعتقد أن الأمر سيستتب حتى في درعة لن يستتب الأمر حتى في باقي المناطق لن يستتب الأمر ستشكل نتيجة الضغط النفسي والقهر الذي تولد في نفوس عناصر الجيش الحر ستولد ردود أفعال قد تؤدي إلى تطرف هؤلاء وهذه النقطة يجب أن يفهمها الجميع يجب أن يعرفها الجميع نعم سيد أبو هاشم هل هناك اعتبارات خاصة بالقنيترا في الاتفاق بين الروس والأمريكان والإسرائيل والذي يخص المناطق المحاذة لإسرائيل شكرا سيدتي وشكرا لجميع المستمعين بالطبع القنيترا وتحديدا هضبة الجولان لديها اعتبار خاص جدا يتعلق بالطرف الإسرائيلي نحن عندما نتحدث عن القوى التي أدت إلى أو توافقاتها أدت إلى إفشال اتفاقيات خفض التصعيد نحن نعرف منطقة جنوب درعة سورية وهي درعة هذه المنطقة خاضة على اتفاق خفض التصعيد منذ تموز عام 2017 في 19 حزيران 2018 تم اتخاذ القرار بإلغاء هذه الاتفاقية والبدء بالعدوان العسكري من قبل الطرف الروسي ومن قبل النظام وكانت أيضا الميليشيات الإيرانية مشاركة بهذا الخرق وعمليا الطرف الإسرائيلي لم يتم الحديث عنه مع أنه الطرف الرابع عدد طرف الروسي والأمريكي والأردني اللي وقع اتفاقيات خفض التصعيد الطرف الإسرائيلي كان غير معلنا عليه عنه ولكن الحقيقة هو المستفيد الأول من إعادة المنطقة إلى حضن النظام والسبب في ذلك أنه إسرائيل ومنذ بداية الثورة وقبل الثورة منذ أربعين عام على دور الأسد الأب كل ما قامت به كانت اتفاقيات مع النظام منذ حتى اتفاقية فضل الاشتباك عام 1974 هذه الاتفاقية التي نشأت تنفيذا للقرارة للأمم 338 لعام 1973 وهذه منطقة فضل الاشتباك تحديدا بالمناسبة هي المنطقة التي حافظ النظام من خلالها على هدوء الجبهات مع أنه منطقة فضل الاشتباك وفق اتفاقية فضل الاشتباك هي بعمق 20 كم بالنسبة إلى الخطوط الأمامية للطرفين اللي هو طرف النظام وطرف الإسرائيلي من الجانب الآخر النظام حافظ على منطقة فضل الاشتباك كمنطقة هادئة لمدة 40 عام والابن يكمل المهمة والآن ما يجري في القنطرة تحديدا هو استكمال ما يجري في جنوب سوريا إذا أردنا أن نرى من منظور المعارضة لماذا برأيك تخوض المعارضة اليوم معركة في هذه المنطقة تعرف نتائجها ربما مسبقا أم هو مجرد محاولة لتحسين شروط التفاوض الآن أبدأ أحكي بصراحة لأن القوى الوطنية النظيفة المسلحة اللي حافظت على نقاء الثوري وجدت حالة محاصرة بمجموعة ممن قدموا استسلام وسقوك استسلام من قبل قيادات سياسية أو فصائل للأسف نحن اليوم نسميها بين قوسين جميعهم بالضفاضع هدول الحقيقة راحوا ارتموا بأحضان النظام الروس وقدموا هذه العديد من المدن في درعة في ريفة الشرقي والغربي قدموها هدية للنظام بسبب يعني أولا روح الاستسلام والهزيم لديهم فيه هنا قوى ترفض هذا الخيار وهي يعني تحمل شرف الثورة وشرف الدفاع عن الأرض والعرض هؤلاء الحقيقة ما زالوا متخندقين في هذه المنطقة واليوم المعركة إن كانت في مسحرة ومن ثم في تلة الموت من أجل السيطرة بالضرورة على تلة الحارة لموقع الاستراتيجي لا يمكن أن تتم إلا بالقضاء على هذه القوى الأسكرية يعني هو العديد من المصادر الصحفية تتحدث نعم سيد أبو هاشم العديد من المصادر الصحفية تتحدث عن أن من يقود المعركة في هذه المنطقة هم عناصر من هيئة تحرير الشام ومن ذهبوا أصلا من المناطق الأخرى من درعة أيضا انضموا إلى هذه القوات حتى نكون واقعيين لا لا حتى نكون يعني معلوماتنا أدق من ذلك يعني اليوم الاتفاقيات الخروج إلى الشمال السوري هن هيئة تحرير الشام مش الفصائل يلي يعني عبدا تحاولون الدافع عن أرضه في جيوب محددة أكثر ناس عبدا يقوموا بعمليات انسحاب وترك لمواقعهم وهي هنالتجربة بسوريا كلها مش فقط في جنوب سوريا أو في منطقة درعة والقنيطرة كانت دائما القوى التي تتمسك هم ثوار متمسكين لكن اليوم مضعون جدا صعب هم بين المطرقة والسندان بين مطرقة العدوان السافر للنظام الروسي والنظام الأسدي وبتغطي موافقة أمريكية وبتغطي أيضا إسرائيلية وبين السندان أيضا الواقع على الأرض الواقع الأهالي اللي هن مش عارفين محاصرين يرفضون التهجير من طرف وهم يبقوا في أراضيهم وبيعرفوا أنه سيتدعى عن هذا الصمود على الأرض من ضغط من قبل النظام عندما يدخل هذه المناطق وقد يكون لدي تصرفات معروفة عنه بالتنكير باتجاه المدنيين وهذه المخاوف مشروعة عند الناس كلها وبالتالي أنا بقول أنه عسكريا محسوم الأمر للأسف دول كبرى تتصارع من أجل بقاء النظام حامي لإسرائيل وقال الكل يعلم دور إسرائيل وأهمية إسرائيل بالنسبة للعالم وبالتالي القضية تتم على حساب تضحيات أهلنا في جنوب سوريا اليوم كما كان في شمال سوريا وفي كل مناطق الأخرى يعني كل المناطق أخرى في الغوطة وجنوب دمشق عانت نفس السيناريو حتى وصلنا لهذا الواقع المأساوي اللي منعيشه اليوم طب سيد المطلق في الوقت الذي يعني تستمر فيه المعارك والاشتباكات في مناطق مثل تل الحارة في مناطق مثل مسحرة وأيضا ربما في القنيطرة هناك وفود من أكثر من المنطقة تحاول التفاوض مع الروس برأيك أي كفة من الكفتين سوف ترجح أم أن المسارين ربما يسيرون مع بعضهما البعض يعني هناك عسكريون يحاولون الضغط في الميدان ومفاوضون أيضا يحاولون الحصول على أفضل الشروط الحقيقة هناك خطان متوازيان التفاوض عن طريق لجان مدنية ومقاومة شعبية تولدت نتيجة الضغط كما قلت الضغط الذي حصل في درع البلد وفي الجبهة الشرقية والجبهة الغربية وصولا إلى تسيل هذه الضغوطات وهذه الانسحابات أدت إلى تجمع كما نقول هم أوائل الثورة أوائل من خرج بالثورة هؤلاء أبناء المنطقة كما قال الضيف هؤلاء أبناء المنطقة يدافعون عن أرضهم وعنظهم إن كان في الحارة إن كان في جاسم إن كان في كافة المناطق على مستوى حوران هذا ما حصل في مناطق التصعيد الأخرى أيضا أيضا هناك فصائل لم تخرج بكاملها من تلك المناطق وازال هناك إمكانية إعادة ترتيب والقيام بتكتيك عسكري معين إن كان حرب عصابات إن كان اختيالات إن كان هذا أمر مشروع للجميع إنما في حوران يحاول النظام وبأسرع ما يمكن هو وحلفاء السيطرة على هذه المنطقة الحيوية للضغط على لتكون هذه المنطقة واستيلاء على هذه المنطقة هو ورق الضغط بيد روسيا للضغط على أمريكا لتحسين شروط التفاوض بالنسبة لسوريا سيدة بوهاشم أريد أن أختم معك المحور بجزئية بما أن اليوم انطلقت باصات التهجير برأيك لماذا تأخر سريان اتفاق التهجير حتى اليوم لسما أن روسيا كانت تتحفظ عليه أيضا في بداية المفاوضات يعني بدون شك تأخير التفاوض تم نتيجة وقاء على الأرض يعني فيه هناك قوة موجودة على الأرض كانت ترفض شروط الاستسلام اللي وضع الروس لمصلحة النظام بالطبيع لكن أنا بدأ ألفت هنا النظر لقضية بأعتقد جدا مهمة أنه كل ما حصل وحتى الآن في جنوب درعا في جنوب سوريا في منطقة درعا والوقنيطرا ومسمى مثلث الموت وهو امتداد ما حصل في كل مناطق السورية الأخرى هذا بحاجة اليوم لنعيد النظر بمراجعة الواقع اللي إحنا وصلناه إن كان على الصعيد السياسي أو العسكري لا يجوز أن يمر ما حصل بدون مراجعة ووقف نقدية جادة أمام واقع ومستقبل الثورة إلى أين نحن نمضي في ظل واقع موضوعي يؤكد أن الدول مجتمعة ترفض استمرار الثورة ترفض الانتصار على النظام وفي ظل وجود أيضا إرادي واضحة باتجاه البقاء على النظام كحرس وحامي للمصالح الإسرائيلية في المنطقة وهذا أيضا يتطلب مننا نحن أنه ما نظل نجلة أنفسنا ونعتبر أنه فقط نتيجة أخطاءنا وصلنا له لا الحقيقة فيه تضحيات كبيرة قدم الشعب السوري وقدم خلال فترة الثورة السورية وهي تضحيات علينا دائما أنه تكون هي رصيدنا المعنى والأخلاقي في استمرار ثورتنا للأمام يجب الاستفادة من الأخطاء التي تمت مراجعة البناء عليها من أجل الاستمرار أنا أعتقد أن هذا النظام لن يستمر لن يبقى لا يوجد خيار أمامنا إلا الاستمرار في المعركة في مواجهته ولكن بتصحيح مسارنا نحو الطريق السليم والصحيح الكاتب وصحفي أيمن أبو هاشم كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من غازي عنتاب شكرا جزيلا لك وشكر موصول لك أيضا العقيد خالد المطلق الخبير العسكري كنت ضيفي في السوديو مشاهدين الكرام شكرا جزيلا لكم أيضا على طيب المتابعة يمكنكم متابعة تفاصيل أوفا والمزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني سيريا دوستي في إلى اللقاء اشتركوا في القناة